أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا في دحايا حريق مبنى بمدينة جوهانسبرغ الذي أصفر عن عشرات الدحايا والمصابين ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الدحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع وكان جهاز الطوارئ في جنوب إفريقيا قد أفاد بأن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة توابق في وسط المدينة مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية